تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وذلك عبر تقرير أعده الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة التقرير أكد أن جهود اللجنة خلال شهر أغسطس الماضي تضمنت الاستجابة لعدد 1380 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق واتسأب ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وأوضح المستشار الطبي أن تفاعل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 240 قرارا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء